مش عارف بشوانس وليد يعني الأرقام اللي احنا جبناها في الإنفو جرافيك دي مزبوطة آه مزبوطة مزبوطة يعني هو فعلا أكبر طرح في تاريخ وزارة الإسكان 24 ألف كتعة أرض سكنية متقسمة على جميع مستويات الإسكان إسكان اجتماعي إسكان مميز إسكان أكثر تميزا وزي ما حالك عارف احنا الوزارة بنهدف في الأساس ان احنا نلبي جميع الرغبات مبقاش بس مستوى إسكان محدد هو المتعامل عليه لا نحاول نحن بقدر الإمكان نلبي جميع الرغبات ولذلك هتلاقي حضرتك فيه عدد الأكبر 12921 كتعة أرض ده إسكان اجتماعي 209 متر 276 بيبني أرضي و3 أدوار سامحين أنه ممكن يشترك أربع أشخاص في كتعة الأرض الوحدة بحيث أن كل واحد ياخد دور من المبنى عندنا بعد كده فيه مستوى تاني مميز شوية من الإسكان ده الإسكان الاجتماعي لا ده قلت لفدأ الإسكان الاجتماعي ده بيبقى 209 متر زي موضع حرق و276 بحيث أنه يبقى شقة الـ 209 بيطلع تقريبا 120 متر الوحدة السكنية والـ 276 بيطلع في حدود 150 متر للوحدة السكنية رسوماتها كلها جاهزة المواطن بياخد الرسومات ما بيعملش أي حاجة يعني بياخد الرسومات ويشرع في التنفيذ زي ما كتبته بيقدم موقدم 25 ألف 25 ألف جنيه ده موقدم حجز أراضي الإسكان الاجتماعي وباقي على 30 سنة بيكمل إلى 25% لما بترس عليه الأرع من إجمالي 8 الأرض بعد كده زي ما رحك بيبدأ بقى ياخد الرسومات بتاعته كاملة من جهاز المدينة المختص وبيشرع في التنفيذ ده بالنسبة للإسكان الاجتماعي